مستمعين مستمعاتنا وينما كنتون رحبوا بكم طبعا في هذا العدد من برنامج جانتي في كوزينتي كما تعودتوا معنا وعودناكم رانا مرفقينكم من اللحظة وحتى للعشرة بإذن الله رح نقدم لكم من خلال هذا البرنامج مجموعة من الوصفات أكيد اللي رح تنفحكمون نتمنى إن شاء الله أنكم تتوفقوا فيها وتنجحوا وتنال إعجابكم بإذن الله نحيوا كل مستمعين ومستمعاتنا كل أوفيئنا كل يرى مرفقيننا في هذا الفضاء من برنامج جانتي في كوزينتي إذن لابنا رحي تحضيرات على قدم وساق استقبال عيد الأضحى المبارك إن شاء الله عيد مبارك للجميع تفوتوه إن شاء الله بالصحة والعافية ولهنا وربي يتقبل مننا ومنكم ومو يتقبل من الجميع بإذن الله طبعا في إطار التحضير لعيد الأضحى المبارك أكيد هو عيد الحمه هو عيد الحلويات لكن فيها بعض الحلويات طبعا لنحضروها في إطار استقبال هذا المناسبة الكريمة عيد الأضحى المبارك فيه العديد من طلبات اللي سجلناها في هذا السياق كان وصفات كنا قدمناها في أكثر من مرة لكن دايما نصيبوا طلبات عليها كثيرة إذن اليوم رح نقدم لكم مجموعة من الوصفات وطبعا هي وصفات اللي تقدروا تحتمدوها في هذا المناسبة أول طلب يعني سجلتو هو تشارك العريان المعسل بالنسبة لطريقة تحضيره رح نحتاجو المقادير التالية لدينا زوج كيلات ونصف انتح فارينا عندنا نصف كيلة ميزينة نصف كيلة سكر ناعم عندنا أيضا كيلة انتع مغغ قريم تكون دايبة وبردة عندنا مغير فانتع لاليفيغ يعني مغير فانتع قهوة لاليفيغ شيميك نحتاجو المازهر ونحتاجو أيضا البيض طبعا اللي رح نطمو به مع المازهر العجينة انتعنا ومننساوش القريصة انتع الملح بالنسبة للحشو عندنا ثلاث كيلات لوز ولا ثلاث كيلات كوكو كيما حبيتو نحتاجو كيلة انتع سكر ناعم قشور القارس والبيب يعني هنا اللوز لازم يكون منقي والكوكو وعبية الحال نفس الشي عندنا الحسيلة اللي ما لازمش تكون ثقيلة بزاف وما لازمش تكون خفيفة بزاف اللي راحة نحصلو بها فيما بعد هاذا التشارك اذا عدنا ثلاث كيلات انتع سكر كريستاليزي وعندنا كيلة ونص انتع الماء بريج انتع القارس وشوية الكستخدفاني اذا كان حبيتو اذا ما حبيتو اش تقدرو تستغنوا عليه للتزيين عفوا عدنا جندف صفار البيض وعندنا كيما حبيتو لزامون ديفيلي جلجلان بستاش كيما حبيتو يعني وحسب امكانيتكم ووش توفر عندكم اذا هذي بالنسبة للمقادير اللي نحتاجوها نعود نذكر بالمقادير قلت عندنا زوج كيلات ونص انتع فارينا تكون دايما ما تنسوش دايما تكون مغربلا نسيحا نحتاجو نص كيلة انتع ميزينا نص كيلة سكر ناعم كيلة مكارين تكون دايبة وبردة نحتاجو مغير فان تعال قهوالة لذيق شيميك المزهر والبيض اللي راح نطمو بهم العجينة انتعنا اللقريس انتعالي ملح دايما ما ننسوش بنسبة للحشوة عندنا ثلاث كيلات انتع اللوز ولا الكوكا ووش توفر عندكم عندنا كيلة سكر وعدنا قشور القارس البيض اللي راح الليمو بيه العجينة انتعنا عندنا ايضا نحتاجو بنسبة الحسيلة عندنا ثلاث كيلات سكر خيستاليزي وعدنا كيلة ونص انتع الماء بريج انتع القارس وعندنا ايضا شوية الليكس خدواني للتزين عندنا سفر البيض وعندنا ليزا مونديفيري ولا جلجلان ولا بيستاش كما حبيتوا نروحوا الان لطريقة التحذير سهلة يعني كما نحضروا اي شارك عادي فقط يعني دايما في مثل هات يعني الليكاتو دايما ننصحوكم ما تدلكوش لاجين انتعكم ليموها غير بالعقل وبينيديكم ايضا راح ناخذو سلادي والاقصية انتعنا نحطو في هازو شكيلات ونص انتع الفارينا راح نضيفو نص كيلة انتع الميزينا نضيفو نص كيلة انتع سكر ناعم نحطو الليكس خدواني بطبيعة الحال يعني ما ننسوهاش نخلط كل هاد المقادير مع بعض بعدها راح ناخدو مشاربة صغيرة نحطو فيها الحبيبة انتعنا انتع البيض ونديرو فيها ايضا عدنا حبا بيض ونديرو معاها شوية مزهر والقريصة انتع الملح نضربو كلش بالفخشات مع بعض ام بعد راح ناخدو بالعقل نديرو حتى نليمو العجينة انتعنا العجينة انتعكم ما لازمش تكون جارية بزاف وايضا متيبسوهاش بزاف نليموها ليموها فقط يعني كما نليمو العريش كما نليمو تشارك العبيان نليموها نغطوها وخلوها ترياح لمدة 15 دقيقة نغطوها بابي فيلم ونخلوها بطبيعة الحال ترياح الوقت اللي راهي ترياح العجينة انتعنا نروحو نحضرو الحشو اللي راح نديرو فيه دايمن ناخدو صلادي والالوين الصغير نحطو فيه ثلاث كيلات انتع اللوز ولا انتع الكوكو يكونو مرحيين طبعا يكونو يعني منرحيه متوسطين مترقوهاش بزاف ومتخلوهوش شخشين يعني كما تعال بقلاوه كما تعال زيليات يعني في هذك الحدود نضيفو له كيلة سكر كريستاليزي نضيفو قشور القارس ونطمو العجينة انتعنا بالبيض يعني تحبو ديرو حبة البيض كاملة تحبو اذا كان عندكم منسحقو البيض في حاجة واحد اخرى ونطمو العجينة فقط او الحشو عفون نطمو فقط بالسفار ومبعد يعني بش هكذا نعمل العجينة لفخص انتعنا مع السلاء اذا كان ما عندكم شوين تديرو البيض متاعكم يعني وبش متفسدوش تقدروا تديرو الحبة الكاملة ما هو شي مشكل نروحو الان نجيبو العجينة انتعنا ولا قبل ما نجيبو العجينة انتعنا نروحو قبل نحضروا الحسيلة ولا الشربات اللي راح نعسلو فيها تجارك انتعنا راح ناخدو كاسر ونحطو فيها ثلاث كيلات انتع سكر كريستاليزي نضيفو كيلة ونص انتع الماء نخلطوهم مليح مع بعض نحطو لهم بريج انتع القارس مغير فانتعليك استخدفاني ونحطوهم على النار النار تكون متوسطة وانا نخلطو يعني ما تخلوش السكر هكذا يعني نبقى ونخلطو حتى تضمنو بالسكر انتعكم ذب بعدها يعني من اللي يبدأ يغلي السكر نحسبوه حوالي 15 دقيقة ومن بعد نطفيو عليها ونخليوها المهم اذا كان شفتوها عاقدة بزاف زيدو لها شوية ما ولا ما ظهر كيما حبيتو اذا كان شفتوها ايضا جارية بزاف يعني خلوها تزيد تعقد شوية ما لازمش يكون جاري بزاف باش ميتر النخش يعني ما يجيكمش كيشغل مش مخ متخلوش عاقدة بزاف بس كي مش حيشرب لكم تشالك نتحكم بس كي رهي امبات مش حيشرب بزاف الحسيله صافي نخلوها متوسطة كيما تعدزيريات يعني تقريبا في نفس القوام نروحو الان نجيبو العجين انتعنا بعد ما نكونو خليناها ريحة لمدة 15 دقيقة ولا نص ساعة يعني موش مشكل موش تخلوش تريح بزاف بس كي ما تنسوش ريفيها لاليفور معناها ضركة زيد تخمر اذا نحلو العجين انتعنا بالحلال بعد ما نكونو درنا شوية فارينة في البلوندت خافايت تعنا تحبو فوق طابلا فوق البوتاجي متحلوش العجينة كامل على ضربة قسموها على ثنين ولا على ثلاثة باش هكذا ما تربي لكمش الخيط يعني بتكاذك تدي شي قدمه وراه يرجع قدمه يعني يدير يتعلق صافي خوضو غير بالعقل نديرو الفارينة نحلو العجين انتعنا هم بعد يعني هنا يا كي ما حبيتو تحبو تقطعوها على شكل مثلث يعني وتقصوه مش تقصوه كامل يعني فقط في الجوانب في الظلعين هذو كطوة منتع المثلث بالجري ولا اغديري الخط الأول وديري الخط ثاني يعني وفتحيهم بعديهم شوي على بعضهم ونفس الشي بالنسبة للجهة اللي راي مقابلة اليه حطي الى فخص انتعك اللي كنتي ديجا حذرتها حطيها في القاعدة منتع المثلث ومبعد لوي حبت تتشارك انتعك ركت تحصلي على ديكور يعني ما شاء الله اذا كان حبيتي تديري سامبل تديري سامبل حبيتي ايضا يعني يعطيلك شكل شباب اذا انت قدري ايضا تاخذي طابعا تاعك انتقري وش عافون اذا تحطي بتقسمي العجينة تاعك على شكل مربع كيما نقطعو القريوش انتوعنا ونديرو ديت خي في الوسط اذا كان عندك الطابع الكبير ستعملي الطابع ديبخي فيرانس اذا كان ما عندكش تقدري تخدمي غير بالجري وراء قطعي كارتونا يكون يعني على شكل مربع يكون يعني طول الضلع الواحد بين ستة ونص حتى السبعة سنتيمتر ونبعد في الوسط يعني بالجري وراء ديري ديت خي وشنو ماشي كامل يعني خليهم لاسقين مع بعضهم فقط في الوسط سيتقطعيها حطي العجين لفخص انتاعك يعني ميلا ونبعد اغلقي الحبان انتاعك انتاع التشارك وعطي هالشكل تعاله ليل بطبيعة الحال اذا نستفو تشارك انتاعنا في البلا بعد ما نكونوا فرشنا يعني ننصحكم ايضا يعني دايما هذي شي قد يعني كنت نبهتكم ليه فيما سابق يعني هكذا كتكون عندكم مناسبة وتكونوا حين تخدموا ليكاتو بزاف مش متبقايش تخصلي في اللي بلانتاعك اغلغ دي بخيفرانس فرشي بابيسي الفغيزي يعني اغباغ في المقروط اللي كيت حتوه تفرشيلو لازم تبدليه بس كما تقدريش طيبي من وراه لانه راح يطلق بزاف الزيت اغلغ فرشي بابيسي الفغيزي انتاعك وفرشي الحبيبات انتاع تشارك انتاعك حطيهم نجيبو جندف انتاعنا يعني صفار البيض نضيفولو زجو مغارف انتاع القهوة يعني القهوة تكون طيبة اذا كان ما عندكش يعني تقدري تاخذي يعني المغرفة انتاع الكاكاو مع شوية لك استخدفاني ودهني مليح تشارك انتاعك واذا كنتي راح تديري لازمون ديفيلي ولا الجلجلان ديريهم في الدبوت يعني قبل ما طيبه اذا كان شفتي باللي راح تديري البستاش الوغ بستاش كي طيب راي يتحرق لك الوغ دو بخيفيانس خلي حتى كيتعسليه باش تدكوريه بالبستاش الوغ ديري لادكوراسيان يعني بواش حبيتي الجلجلان قلت ولا لازمون ديفيلي تكوني سخنتي الفوق تاعك على 180 درجة لمدة 10 دقايق بعدها مباشرة انا كحد دخلي اه تشارك انتاعك يعني نخلوه اه يطيب راح يطيب لك في حدود عشرين دقيقة اه صديبه يعني يقلوه وحده والفوق انتحها لكن يعني على العموم يطيب في حدود ارباح ساعة معني بين ارباح ساعة اه كاقصى تقدير عشرين دقيقة اه تجبديه من بعد يعني وماشي ما لازمش مباشرة من الفوق يعني يخليه يهفد شوية شغل تنقصله شوية ديك سخانه اه المدة اه ثلثة دقايق ولا ربعة ومبعد تكوني وجدتي شربات تاعك شربات لازم تكون بردة اردو بالكم اه تشارك تحكم وشربات سخونة بس كي راح مبعد يبان كشوال معجني يعني كشوال حيتشمخ اهلو لازم تكون بردة ومام تشارك ما لازمش يكون سخون هكذاك مباشرة من الفوق خليه يبرد شوية بعدها اه اكيد يعني راحه تغطسيه وماما كي تغطسيه متخليش يطول بزاف يعني يغطسيه ثم ثم معاودي جبديه بلالوش ديريه في الكسكاس اذا كنتي ديكوريتيه بالجلجلان ولزامون ديفيلي ما وش مشكل اذا كنتي ما ديكوريتش يعني وحبيتي ديرو البستاش اهلوغ ولانوات كوكو اهلوغ يعني بعد ما تعسليه ديكوريه ديريه في الكسات ولينا بخون وبصحتكم وبالنسبة للسيدات اللي طلبوا هاد الوصفة ان شاء الله يعني يكونوا سمعونا وان شاء الله يتوفقوا فيها نروحوا الان الوصفتنا الثانية اهلوغ اللي هي ايضا من الامور اللي يعني ماذا بينا دايما نديروها في العيد خبز العيد وخبز العيد يعني يختلف من منطقة لمنطقة وحتى يعني احنا هنا في ولاية المدية عندنا او في بلدية المدية عندنا ش حمن وصفة نقدروا نحضروا بها الخبز انا من قبل كنت مديت لكم خبز العيد وكنت مديت لكم بالفارينا برك على اليوم راح نعطيكم وصفة واحدة اخرى واللي يعني هنخلطوا فيها الفارينا وسميد وان كان يعني الاغلبية فارينا ماشي سميد لكن يعني وصفة مختلفة شوية نروحوا للمقادير اللي نحتاجوها في هذا الوصفة اذا عندنا كيلو انتح فارينا نقصوا منو كاس يعني كيلو فارينا نقصوا منو كاس هذا الكاس يعني نحيه فارينا ونعوضوا بسميد يعني السميد لازم يكون الرطب ولازم يكون نوعية جيدة نحتاجو زوج حبيبات انتع البيض عندنا مغارفة سكر كريستاليزي مغارفة ملح زوج مغارف خميرة انتع الخبز وعندنا ايضا ربع مغارف انتع الزيت ولا ربع مغارف مغارف مغارين ذيبة كما حبيتو عندنا كاس حليب يكون دافي وعندنا طبعا المدافي اللي راح نطمو به العجينة انتعنا للتزيين عندنا صفر البيض وعندنا سانوج وحبت حلاوة اذا نعاود المقادير قلت عندنا كيلو انتع فارينا دايما هذ الوقت الفارينا دايما يعني غرب لها مديرواش مباشرة بس كمع سخانة هذي ديفو ورا هي جغا تكوز حلو يعني حتى وديفوها كيتشريها ملحانو تتصيبها يعني باش الواحد يجريتي دو بخي فرانس يعني غرب لها قلت الكيلو تاع فارينا نقص منه كاس فارينا اهلو بالنسبة لهاد الكاس اللي نحيناه انتع الفارينا راح نعاوضوه سميد ويكون سميد ارتب نوعية جيدة نحتاجو زوج حبيبات انتع البيض نحتاجو كاس او عفون يعني الكاس تاع سميدة نحكينا عليه عاوضنا به الفارينا نحتياجو مغارفة سكر كريستاليزي مغارف انتع الملح زوج مغارف خميران انتع الخبز اربعة مغارف عفون انتع الزيت ولا مغارين تكون دايبة كاس حليب دافي وعندنا الماء دافي نحتاجو ايضا للتزيين البيض او سفار البيض ونحتاجو السانوج وحبت حلاوه بالنسبة لطريقة التحضير اول حاجة راح نديرها راح ناخذ بول يعني امشير بول اي حاجة راح نديرو فيها شوية ما يكون دافي نضيفو لها شوية سكر كريستاليزي ونضيفو ايضا هذو زوج مغارف انتع الخميران اللي كنا ديجا حكينا عليها اذا نحطوهم بجيه ونخلو الخميران هذه حتى تتفاعل اهلو فيها ذاك الوقت راح نجيبها نقصيعة صغيرة نحطو فيها كيلو انتع فارينا نقص منو هذاك الكاس هذاك الكاس نحينا فارينا ونعوضوه سميد ارتب اهلو غنضيرو الفارينا نضيرو سميد الارتب نضيرو الكميه انتع السكر اللي بقات الناب بس كو شوية راح نضرناها في الاليفيغ اوتوماتيك مورا هي بقات شوية نكملوها مع الفارينا نضيرو شوية ملح نضيرو ربع مغارف انتع الزيت ولا انتع مغارين تكون دايبة نخلطو كلش مع بعض ونبعد نضيرو زوجي حبيبات انتع البيض انا البيض نفضل انكم نضيروش مباشرة على الفارينا هلو غدو بخي في غنس يعني حلوه ثاني في هذاك الكاس انتع الحليب هلو غفيد الكاس انتع الحليب منحلو زوجي حبيبات انتع حلو زوجي حبيبات عفور انتع البيض نضربوهم مليح ونضيفوهم للفارينا بعد هروح نضيفو هذيك الخميرة اللي ديجارة هي تفاعلت يعني طلعتنا ثم بعد نبدأو نضيروه في الماغير بالعقل حتى تتلايم العجينة انتعنا العجينة ما لازمش تكون يبساء لازم بزاف تكون خفيفة ماشي جارية واني نقول خفيفة ماشي جارية ولو نلايمو العجينة انتعنا عمليح ندو ونجيبو شوية يعني ماشي تدلكوها بقاو تدو ونجيبوه في اللي في هذيك القسعة المدة خمسة دقايق ثم بعد يعني وحتى وكيت ديو جي بي سيي يعني شغ ترفديها شوية وتحطيها بس كرح يتدخلوها يعني هتشكل لك من بعد واحد الفقاعات هذا هو السر تاع الخبز انتعنا هذا الوغ في القصعان تاعك يعني ارفدي كيرا كيت ديو جي بي ينفوها طبعي بسبوح تيك ارفديها وعودي حطيها نخلوها نغطيوها ونخلوها تريح المدة ساعة كاملة ما عليش تحبي ديليها تريح في الفخيجي داغ ديليها اذا كان عندك الوقت خليها اكثر من ساعة في الفخيجي داغ ما وش مشكل اذا كان ما عندكش الوقت يعني خليها في الحرارة او في درجة الحرارة العادية انتع المطبخ انتعك بعد ساعة نعودو نرجعو لها الوقتاني انسيدون الدون جيبو شوية ناخذو البلا انتعنا انتع الفوق اللي راح نوجدو في هالسنة وانتعنا ودو بخيفيرانس يعني كما حبيتون تومة لكن يعني مجرد افكار يعني نقترحوها لكم تقدروا تاخدو هنا ياسني ومدورة ويعني اقسمي العجينة انتعك مثلا على ثلاثة ولا اربعة وكل عجينة اقسميها على ثلاثة وشكلي جودي تخاس يعني الفيرا اه حطي قسمي العجينة على ثلاثة ومبعد ابوي عليها من فوقها واضفريها يعني تحبي الفيرتها ثلاثة ولا تها اربعة كما حبيتي وزيدي يعني الجزء الثاني اللي خليتيه والثالث والرابع اذا كان خذتي سنة ومدورة اكيد مش حيكونوا بالتساوي يعني الاجزاء هذو اللي قسمناهم تالا جينة بسكي اوتوماتيك مو تغلو والتاسنة وراح يكون كبير اللي عليه راح يصغير شوية ولي عليه صغير والوسطاني راح يكون صغير بزاف الوغ يعني السيداتكن ذاكية كيفاش تقسمنا جينة التحام ديري دي تخاس حطي لاتخاس اللولة زيدي ديزيام زيدي تخوزيام واكيد يعني هما بعد كي خمي وراحي اوتوماتيك مو يلسقوا في بعضهم شدي الصفار نتاعك يعني مباشرة غتوجدي لاجينة نتاعك شدي صفار البيض كيف كيف تحبي تزيدلو شوية قهوة مغير فاولة زوجت نتاع قهوة كحلة نضيفولو شوية اللي كستخدفاني نضربوه مليح ومبعد نمسحو قاع الخبز نتاعنا ما يعني بسكي كان بزاف ليخلو حتى كي يخمر الخبز باش يديرو الصفار البيض قلو غانا نفضل انكم نديرو في الديبي بسكي حتى كي يخمر يعني راح يقعدو لك هذوك البلاي ستالي تخاس يعني كان وحد الاماكن ما يلحقه مش البيض هذك هو الشاغم يعني كي الحقة راح تشوفي تشوفيها يعني تتماوج نديرو ونزينوهم كما حبيتو بالجلجلان ولبسانوج وحبت حلاوه ونخلو نزيدو نخلو يعني هذ الخبز نتاعنا يزيد يخمر في هذ المرحلة يعني حتى الـ 25 دقيقة 20 دقيقة 25 دقيقة تكون يسخنتي فوق تاعك على 180 درجة لمدة 10 دقائق بعدها طبعا ناك يحت تخلي السنيوان تاعك تشوفيه باللي يعني يطلب لك بسرعة ويخمر ايضا يعني حتى كي يدخله الفوق يعني ثم ثم تشوفيه باللي يطلع لك الخبز اذا كان حبيتو يعني تحضروا الخبز اللي كانوا فغير مو يحضروه ما عليك غير تاخذي حبيبات انت على البيض تخسليهم شديهم وخسليهم مليح يعني دبخي فرنس خسليهم بالانعبات خسليهم مليح وديريهم يعني تحبي طيبيهم نصطياب ودخليهم في العجينة حكذا ويعني ديكوري به الخبز من داعك تحبي يعني ما تستغنائوا على البيض كي ما حبيتو وبصحتكم إن شاء الله تكون هاد الوصفة اللي تعجبكم جربوها احنا كنا دايما يعني نديروه سواء اللي عندها الوقت ولا اللي تعرف روحها تبكر بزاف ما الأحسن يعني ديروه صبيحة العيد وإن كان على بالي بلي العيد الكبير فيه شغل بزاف وفيه تعب بزاف اللي يعني ما تحبش ولا ما تقدرش ولا ما تلحكش وعندها بزاف شغل عندها التربية تقدر توجدو لفاي وصبحا تعالى العيد يعني نمدو منه هو معروف وإن شاء الله يعني هاد الامور يعني عادات وتقاليد ما لازمش نستغنوا عليها إذن هذي كانت ثاني وصفة معنا لهذ العدد من برنامج جانتي في كوزينتين خليكم احبتنا في كل مكان مع هاد الفاصل بعدها راح نرجعو نكملوا بقية الوصفات تبقوا معنا حفظو نرحبو بكم مستمعينا مستمعاتنا وينما كنتو في هذ العدد من برنامج جانتي في كوزينتين نزلنا مترفقين وتوانسين مع بعض حتى للعشرة بإذن الله إن شاء الله نتمنى لكم أوقات ممتعة ومفيدة من خلال الوصفات اللي راح نقدموها لكم ولي راح نقدموها لكم في هذ العدد من هذا البرنامج إذن أيضا من اللي قلت يعني الأمر يختلف كي نحكيوه على العيد الكبير ولا عيد الأطهام وش كي ما عيد الفتر في عيد الفتر يعني نركزو بزاف على الحلويات في العيد الكبير نو يعني عندنا أكثر شيء لقا يعني عفو نلحم مهوش عيد لقاتوس المواصفين نديرو ليغاتو ما نديرو حاجة خفيفة ليغاتو ساك يعني بشك ذا فقط يعني نصدو ضيافنا إذن أيضا حنقدم لكم الآن أو المواصفات المطلوبة هي المشوك حنقدموه لكم اليوم بالكوكا وبالنسبة لهذا الوصفة نحتاجو فيها ميتين وخمسين غرام نحتاجو كاس سكر يعني دو بخيفيرانس اللي ما عندهاش تقدر تدير سكر ناعم عادي يعني ينجح حتى بسكر ناعم نحتاجو كاس كاوكا ويكون محمص ومرحي وعندنا ربعة سفار البيض السفار فقط ما نشح نديرو البياض وخلو البياض رح نحتاجوه وعندنا باكين تالاليفيوغ بطبيعة الحال وما ننساوش الفارينة اللي راح نطمو بيها العجينة نتعنا اذا قلت عندنا ميتين وخمسين غرام مارغارينت كونطرية نحتاجو كاس سكر كريستاليزي واللي تحب تدير سكر ناعم تدير يعني ينجحو الاثنين بس حمل احسن سكر كريستاليزي نحتاجو كاس انتع كاوكا ويكون محمص ومرحي واللي تحب الكاوكا وبزاف تقدر تزيد نحتاجو ربعه صفار البيض وعندنا بطبيعة الحال الفارينة اللي راح نطمو بيها العجينة نتعنا ما ننساش هنايا تتفاصون بيسكا حنديرو الكاوكا ونفضل عفون مفضل انكم تستعملو زست يعني دو سيترون يعني قشور القارس عكذا ولي ما تحبش تقدر ولي ما توفرش عندها تقدر تدير الكستخدفاني عادي ما ننساوش ايضا عنا شربات اللي راح نشربو بيها المشوق نتعنا وهي نفس الشربات اللي راني قلتلكم عليها اللاباف تشارك لماع السل اللي معناها نديرو كيلة ونص نتع الماء ونديرو ثلاث كيلات سكر كريستاليزي نزيدو بريجن تاع القارس وشوية ليكستخدفاني ولا ديكوغاسيون يعني كما حبيتو تحبو بالحلق وما تحبو ترشقوها بحبيبان تحكا وكاو تحبي اللي سيغيز كما حبيتو يعني هنا ايضا تبقى عندكم حرية الاختيار مهم جدا عندنا الكيسات الكيسات وشنو الكيسات باغي يعني اللي جوا مدهونين تذكر حنطيبو فيهم المشوق نتعنا يعني ماشي اي كيسات باش يبقا محافظين لك على الفوم يعني ما يتحلوش بزاف اذا هذه هي المقادير اللي نحتاجوها في الوصفة نتعنا نتع اليوم اذا رح ناخدو ايضا كما العادة دايما ناخدو سالدين تانا والاقصية عندو تكون صغيرة نحطو فيها ميتين وخمسين غرام نتع المكارين نخدموها مليح مليح باليد يعني وانت تحسي بالليلة كولا غمتحها ما بقتش جون يعني تولي رايحها للبيضة نضيفو لها كاس انتع السكر ناعم ونبدو نخلطو يعني نفس الشيرة كتخلطي بالكف انتع اليد تولي لك جون بعدها نبدو نديرو في السفار انتع البيض السفار نديرو اغير بالحبة يعني نديرو الحبة انتع السفار كان ضمنو باللي دخلت الحبة انتع البيض في الماركارين تعنا نضيفو الحبة الثانية وهكذا حتى نكملو ربع حبيبات انتع البيض راح نضيفو الكاوكا والكاس انتع الكاوكا وانا قلت كاس اللي تحب يعني فيه بزاف كاوكا وتقدر تزيدلو نديرو ايضا لاليفيوغ مباشرة بعد لاليفيوغ نبدو نديرو في الفارينة لاليفيوغ عفون يعني تقدرو تنقصو شوية بشاكذا ما يتبتح لكمش بزاف وثاني ننبهكم الحاجة ما لازمش تخلو العجينة هنا لازم تكون العجينة شوية حكما روحها بش يتفززروي بش ما يسيخش يعني الفارينة هنا مهمة جدا ما متخلوش جاري بزاف كي ما نخلوه ليسابلي هلوغ يعني نزيدلو شوية تكون العجينة ماشي يبزة بش ما يجيكش يبز وماشي ايضا طريبزة بش ما يسيخلكش بس كرا فيه كمية محتبرا انت على اليفيوغ يلا ما ننسوش يعني نديرو قشور القارس ولا ليكس خدفاني بعدها مباشرة نروحو يعني بعد ما طميناه بالفارينة نغطيوه ونخليه وهي رياحه لمدة تربع ساعة ونبعد نجو يعني ساهل في الخدمة نتاعه يعني راح نشكلو ديبولات نتاع المشوك نكونو وجدنا بياضة البيض قدامنا بس كي دي جانا نحينا من الصفار نضربهم ليح بالفارشيطة البيض بشاكذا ما يرفضلكش بزاف ما ترفضلكش الحباء بزاف البيض ناخذو ايضا كمية نتاع الكاوكا وش ما تكون يعني يكون مرحي شوية في الخشين ماشي كما ندرنا الداخل في العبات اللي راح نمرمدو فيه بطبيعة الحال مشوك انتاعنا اذا قلت راح ناخذو الحباء انتاعنا تعني مشوك يعني نكونو درنا ديبولات متكبرو مج بزاف راح يخمرو من بعد نغطسوهم بالفار يعني في بياض البيض ولا تقدري اغب البنس وتمسحي بياض البيض تكوني وجدتي قدامك الكاوكا ومعناها امسحي عليهم مليح يعني بالبيض ومرمديهم في الكاوكا و تكون يعني كي حليتي لي كيسات ولي نبخون حطيها مباشرة في العفوان لي كيسات فقط ما نحتاج رسطر كالي نبخون مباشرة في الكيسات وقلت اختارو الكيسات باغي يعني رامي جوم دهونين رامي يتباعو ديجا اصلا كي تروحي المحل قولي لو الكيسات انتاع المشوك يعطيلك مباشرة هاد الكيسات اه لو حطيها مباشرة ونبعد يعني غير بالاصبع انتاعك ديري يعني موري في الوسط ونبعد كيما حبيتي تحبي ترشقي بالحبة انتاع الكاوكاو تحبي تحطي لي سيغيس تحبي تحطي لحلقومة كيما حبيتي تكوني سخنتي الفوق تاعك على 180 درجال مدة 10 دقايق بعدها راح ندخلو المشوك انتاعنا ونخلوه يعني حتى اي طيب بعد ما اي طيب يعني تجو بديها هكذا يعني في الكيسات ما كيش حطيه تصيف شربت بسكرة كي حت مرثي لكيسات انتاعك يعني غير بالمغير فارف دي الحسيلان تاعك وبدي تشربي يعني كل حبات قدر يدلي لها زوج مغارف انتاع الحسيلة زوج مغارف ثلاثة يعني يكفيه بشباح وحطي يعني بجيه وخليه يشرب راح يجيك مع السل ماشي بزاف بزاف يعني مش تتقيل بالشربات بس اح راح يجيك مع السل وان شاء الله يعني ايضا تنال اعجابكم هذ الوصفة اذا نعودو احنا من خلال هذ الفضاء وعبر اثير اذاعة المدية نرحبو بكل مستمعينا ومستمعاتنا كل اوفياءنا كل اللي هرام رافقيننا في هذ العدد من برنامج جانتي في كوزينتي هو العدد اللي راح يسبق عيد الاضحى المبارك يعني الان احنا عطيكم بعض التدابير اللي راح تحتاجوها بطبيعة الحال في يعني في العيد بسكو احنا دايما كيل حق العيد نبداو نشتكيو يعني وبكو بليس لجورنم يعني انتع العيد اكيد ذبيحة ويعني وفيه بزاف شغال هذي دواره تتخسل هذا الزلوف هذ الفطور لازم يوجد هذي لحشة لازم يوجد الوغ كان امور معليش تقدروا توجدوها لا في مثلا يعني تقدر السيدة تاخذ ثوم تحا تنقي احنا نعرفوا بلي الزلوف يحب ثوم الدواره تحب ثوم يعني العصبان يعني ثاني يحب هو كيف كيف يعني هو الدواره كيف كيف الوغ يحب ثوم الوغ نهار من قبل سيدة تنقي ثوم تحا تدرسوا الى كانت تحتاجوا للزلوف راح تدرسوا مع الكمون اذا كانت تحتاجوا للكرويه عفوا للدواره تحا راح تحتاجوا مع الكرويه كيما القصبر كيما النعناع نحتاجوهم ايضا للدوار انتعنا ولالعصبان الوغ تقدر السيدة وعلى هلاله تغطي تتشل المليح القصبر تحا وتنقيه وتقطعوه وتخليه في كسكاس يعني كسكاس يعني يقطر مليح وم بعد ارف ديه ديلي في بورت مونجي واغرقي هذيك البورت مونجي باحكام يعني غدوارك احا تصيبي راحك خفيفة تصيبي ثوم الدروس وتصيبي القصبر النقي وتصيبي ايضا اذا كان على برغل ولا معليش النقيوه يعني ممكن يكون كاشما فيه ولا وانا من قلبش عليكم يعني انا بصراحة يعني نشمخوا اه تتفاصلوا نشمخوا واحد نص ساعة ولا ساعة بسكي علاه كيندفوا وين بزاف كينديروا العصبان يعني كينديري الحبان تعال العصبان في الطيب يعني جوغ تتفزر جوغ تنحل يعني تخرج قاع الوغة هنا سواء تكوني مخيتي هاش مليح سواء تكوني عمرتيها بزاف سواء يعني تكوني كثرتي لها ايضا البرغل سافي بشتي فيتي ويعني البرغل كي طيب ما ينتفخ لكمش بزاف وما يتفتح شعفون الحبه اذا انا يعني شمخيه تقدر السيدة ايضا يعني يشليه مليح وشمخيه خليه يعني ينتفخ في الماء المدة اربع ساعة ولا عشرين دقيقة ولا حتى نص ساعة ومن بعد يعني صفيه تشوفيه باللي ثم ثمع هون شف كيف كيف ديري في بورت مونجي وخبيه في خيجي داق ولا غدا من ذاك بطبيعة الحال را كراحة يعني توجدي الدوارة متاعك نعطيكم الان يعني على بالي باللي احنا العصبان اراه من الاطباق التقليديا تعنا تعويل عيه تلمديا بزاف يعني اللي يحبو يديرو العصبان ما نديروش البكبوكة بزاف العيد كيما نديرو العصبان كي اللي يحبو يقسمو يديرو نص بكبوكة ونص عصبان اذا احنا نعطيكم بالنسبة الممكن اللي يستمعوا فينا من خارج الولاية انتعنا ما يعرفوش كاين يعني العصبان هو معروف في عدة مناطق لكن ديا سبيسيا مو يعني بزاف ناس هيحبو العصبان وبزاف يحضرو العصبان اذا احنا نعطيكم طريقة يعني اللي دوزنوا بها وتخمون طريقة تحضير لكم قاعد تعرفوها اه يعني احنا هنا في ندية ما نديروش الرز للعصبان دايما نحنا نديرو البرغل يعني البرغل هذا لي اراهم كين عيلة بزاف لي اراهم يخدموه ويحضروه ما زالوا يحضروه كيما كانوا زمان بوكو بيوس في المناطق قريفية اللي نحييهم بالمناسبة اه وعندنا ايضا يعني ولا يعني تشريوه كيما حبيتو اذا وش هنحتاجو في العصبان تعنا بطبيعة الحال يعني عندنا دوارة وما فيها اه تتفاصل يعني كين بزاف لي يحفيو الكبتر ما يبيروهاش الاغ رح ناخذو عنا الريا لي يعني بعد ما تكون سيدة خصلة الدوار انتحها ونقاتها بالطباحة ثاني يعني نعطيكم حاجة بزاف لي تعبوهم هذوك المسارن اه كيكونوا ينقيوا فيهم ويكرطوا فيهم اه لو كي تبدي يعني ولا حتى كين بعد كي تبدي تقطعي فيهم رام يزلقو لك لازم واحد اخر يشدل اه لو ونتي تشلي فيهم ديري لهم اه فنجل اه صغير ولا يعني اه زوجي ما غير في ثلاثان تعال خلف الماء يعني الماء التالي اللي راكي حد تشلي به العصب العفون المسارن تاعك بس كرح يشدو روحهم ويبطلو ميزلقو لك يعني حتى ونتي تقطعي فيهم تقدري حتى تقصيب المقسم تاعك انتع المطبخ ما يتعبوكش يعني ما لازم لكش واحد ليشدلك بس كين سيدات ما ننساوش لي واحدهم ما عندهمش اللي يعاونهم اذا عندنا المسارة نكونوا نقيناهم عندنا الريان تعنا ايضا لي نكونوا نقيناها وغليناها اه باش نحيول هذه الرغوة ونقطعوها اه في الصغير عدنا ذاك الغرنوك كيف كيف يعني راح نكرطو مليح من الداخل ومبرا وماذا بيكون معلش غليوها مع الريان تحكم شلوهم من بعد مليح اه عندنا يعني نحتاجو الحميسة نحتاجو الجلبانة نحتاجو كمية محتبا نتع القصبر ونتع النعناع بس كالدوارة بزاف تحب القصبر والنعناع عندنا اه نديرو الفلفل عكري اللي كنا حكينا عليه يعني وجدنا اه مليح يعني ضروري جدا يكون في الدوارة بلا ما ننساو اه قلت يعني اللي تحب مغير فان تعطى ماطم وصبارة كاين اللي يحب ويسكر في جولها زوج حبيبات ولا حبها تعطى ماطم يعني ذكرة دخلت عليها شوية تعديلات اه كل واحد واشي حب بالنسبة لتوابل عندنا نديرو الملح بطبيعة الحال عندنا منديروني فلفل كحاني قرفاء عندنا الملح والكروية والفلفل عكري يعني هذي هما التوابل انتا الدوارة ولا تا العصبان كان يحبو يضيفو راس الحانوت يعني هنا ايضا كيما حبت السيدة هذي الامور قاع البرغة اللي قلت اللي كنا ديجا يعني شمختوه لا في هذي الامور قاع راح نخلطوها مع بعض تعرقوها مليح باليد بشاك ذا يعني اللي تحب الديد شوية الحم اللي تحب يعني هنا تبقى يعني كل واحدة واش تحب العصبان تاحا الكرشة منا شاحن نقطعوها يعني مش حقصوها الداخل وإن كان يعني راح نديروها ديبوش اللي راح نعمرو فيها العصبان تاحا اذا نقطعو هذيك الكرشة بتاعنا نقطعوها يعني سا ديبوش يعني سيدة هنا راح تتفنن بس راح تفصل كيما تفصل الخياطة وتسيي بش متخلطش ليدي شي بزاف يعني من الكرشان تاحا بش يجوها حبيب بس بزاف إذن ومبعد نخيطوها بطبيعة الحال بالخيط والبراء يعني خيطوها مليح بعدها يعني نكونوا خلطنا يعني كل هذ المقادير عركناهم مليح مع بعض وبعدها راح نعمرو يعني هذ اللي بوش اللي كنا ديجا خيطناهم نعمروهم ونخلو أيضا يعني فتحة هذيك يعني ديجا نعمرنا بها ومبعد نعودو نغلقو هذيك الفتحة إحنا دايما عندنا هذيك هذيك نثقبو بالموس يعني ثقبة منه بش مور أخراف الطياب يعني يدخلهم طياب ويطيبو يعني بيا ومبعد راح نعطوكم الأطباق اللي راح تحضروا بها هذ العصبان يعني إحنا نديروه بزاف بالمردود ولا بالبركوكس نديروه بسلط ومعطيش نديروه بالقرعة واللفت كين حتى يعني اللي يحبو يديروه بالطعام يعني هذي المقادير راح أو هذي الوصفات راح نقدموها لكم إن شاء الله في الأعداد المقبلة وما أكيد ما كنش حين تاكلوها كلها في نهارها معناها راح ينتقسموها وتخبو جزء منها في الكونجيلاتور إذن بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامج جانتي في كوزينتي تحياتنا لكل مسمعينا ومسمعتنا